مرحبا بكم إلى الصباح نيوز وهذه جولة سريعة بين أبرز ما حملت الصحفة العربية والأجنبية من أخبار وعنوين البداية مع الشأن الفلسطيني وتطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية حيث نقرأ على القدس العربي توطر بين الأردن وإسرائيل بعد قطع الشرطة شرطة الاحتلال الطريقة على سفير عمان نحو الأقصى تقول الصحيفة أن أزمة جديدة بين الأردن والكيان الصهيوني المحتل نشبت أمس عندما اعترضت شرطة الاحتلال عند باب الأصباط طريقة سفير الأردني في الكيان سنان المجالي والوفد المرافق له وهو يهم بالدخول للمسجد الأقصى الأمر الذي دفع وزارة الخارجية الأردنية لاستدعاء سفير الكيان الصهيوني لدى المملكة حسب المتحدث باسم الخارجية الأردنية وقد أبلغ السفير رسالة احتجاج شديدة لهجة لنقلها على الفور إلى حكومة الاحتلال أكدت إدانة الحكومة الأردنية لكافة الممارسات الشنيعة والإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى وطبعا جاء ذلك الخرق الإسرائيلي بينما كان قادة فلسطين ومصر والأردن يعقدون قمة بالقاهرة أكدوا فيها على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهودهم أقول المشتركة لتحقيق السلام وطبعا لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي طبعا وقرارات الشرعية الدولية ذات وصلة وكذلك مبادرة السلام العربية طبعا شدد القادة على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وكذلك تكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد وإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس دولتين في خبر آخر على ذات الصحيفة نقرأ مشاهدنا الكرام فلسطيني يطلق حملة تبرع لجمع أموال من أجل إعادة فتح مكتبة عربية في لندن طبعا هذا الفلسطيني الذي كان من بين العمال في إحدى أكبر المكتبات العربية في لندن مكتبة الساقي والتي أغلقت أبوابها مؤخرا في لندن بالضبط في ديسمبر من العام المنقضي هذا الفلسطيني الذي أطلق المبادرة يسعى لفتح مكتبة عربية وكذلك مساحة مجتمعاتية من خلالها يمكن للقارئ العربي أن يستمتع بقراءة مختلف المواضيع باللغة العربية والإنجليزية كما كان الحال في مكتبة الساقي التي تعتبر من أعرق المكاتب العربية في لندن حيث كانت قد فتحت أبوابها في سنوات السبعينات بل نعم سنوات السبعينات وأغلقت مؤخرا أبوابها طبعا تمكن المتبرعون من جمع ستة آلاف جنيه استرليني من المبلغ المطلوب لفتح المكتبة الجديدة وهو تسعين ألف جنيه استرليني في انتظار ذلك يسعى هذا الفلسطيني من أجل طبعا أن يحقق هذا الحلم المشروع وكذلك لترسيخ الثقافة العربية في لندن نعرج بكم الآن على صحيفة الشرق الأوسط ومن أخبارها الكثيرة نقرأ رئيس دافوس أزمة الغذاء تتفاقم وقلقون من تباطئ النمو وفي السياق حذر رئيس دافوس من تفاقم أزمة الغذاء في العالم وعبر عن قلقه من تباطئ النمو وارتفاع مستويات الفقر ورأى رئيس دافوس في حوار مع الشرق الأوسط أن التعاون الدولي هو سبيل الأوحد لمواجهة تباطئ النمو الاقتصادي وتخفيف آثار التغير المناخي وتحقيق انتقال عالمي للطاقة عادل ومستدى استند رئيس دافوس إلى معطيات أممية تشير إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى أكثر من الضعف منذ عام 2019 وفقا لبرنامج الأغذية العالمية الذي أكد أن عام 2022 كان عاما من الجوع غير المسبوقة موضحا أن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد ارتفع من 135 ألف مليون إلى 345 مليون منذ عام 2019 إلى ذلك أشار رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه اضطرابات مهمة إذ من المتوقع أن يتباطئ النمو إلى 2.7% العام الحالي وفقا لسندوق النقد الدولي وهذا حسب رأيه أمر مقلق للغاية على صحيفة العرب الجديد نقرأ الصين سكان أقل نمو أقل يتحدث الخبر عن انخفاض عدد سكان الصين العام الماضي للمرة الأولى منذ 1961 وهو تحول تاريخي من المتوقع أن يكون بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد مواطنها ويشعر بعض المحللين بالقلق من أن الاقتصاد الصيني قد يقع في فخ انخفاض الدخل إذا بدأ عدد السكان في الانخفاض قبل الوصول إلى وضع الدخل المرتفع ويخشى آخرون من أن يصبح معدل شيخوخة السكان عبءا ثقيلا على الأجيال الشابة وعلى الموارد المالية للصين ويتطرق متخصص العلاقات الدولية إلى عواقب انخفاض عدد السكان بالنسبة لإمكانات القوة العظمى في الصين وتوازن القوة مع الولايات المتحدة التي هي في وضع أفضل لتسخير الهجرة للتعويض عن معدل الموليد المنخفض بشكل مماثل على الوطن القطرية نقر سندخل مزيد من الغاز لأوروبا في السياق تقول الجريدة شارك سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أمس في جلسة نقاش حول التغيرات الجيوسياسية في العالم وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدورة ثالثة والخمسين في مدينة دافوس سويسرية وأكد سعادته خلال الجرسة بأن الغاز يعد مصدر طاقة أكثر أمانا ونظافة وموثوقية وسيظل مناسبا ومهما جدا في مزيج الطاقة لعقود ننتقل بكم إلى الصحفة الأجنبية واخترنا لكم منها صحيفة نيويورك تايمز التي جاءت عنوينها واخبارها كثيرة ومتنوعة ومن بينها تلقت مدرسة في فلوريدا تهديدا هل منع قانون العالم الأحمر؟ إطلاق النار نقرأ أيضا ضمن العنوين الكثيرة على جريدة نيويورك تايمز يصدر القضاة في 19 ولاية ومقاطعة كولومبيا أوامر بإبعاد الأسلحة عن أياد الأشخاص الذين يعتبرون خطرين مثل مراهق في فورت لودر ديل حيث هدد بإطلاق النار على مدرسة دائما في نفس سياق الموضوع الأول والذي جاء في عديد الصحف من الأخبار الأخرى على نيويورك تايمز اعتقال زعيم المافيا في إيطاليا بعد استبعاده لمدة ثلاثين عاما ماتيو دينارو الذي حكم عليه غيبيا بارتكاب جرائم قتل عام 1992 من المدعين العامين وجرائم أخرى تم القبض عليه تقول الصحيفة في مستشفى سقلية كذلك من الأخبار التي جاءت على نيويورك تايمز سقوط أمطار والواحة ورقية انقطعت مياه إحدى ضواحي أريزونا تقول الصحيفة لم يعد بإمكان مئات المنازل خارج حدود هذه هي المقاطعة الحصول على المياه من المدينة لذلك يعيش أصحابها أسوأ سيناريو للجفاث في الغرب إلى صحيفة لوفيجارو الفرنسية التي هي الأخرى اهتمت بالكثير من المواضيع خاصة منها الشأن الداخلي بالإضافة إلى الثقافة وغيرها من المواضيع الأخرى لكن البارز على هذه الصحيفة هو موضوع التقاعد وفي الموضوع كتبت الصحيفة عنوانا عريضا التقاعد الديمغرافية النقطة المتغاضى عنها في الإصلاحات في إشارة إلى إنعكاسات ما سيكون من إصلاحات خاصة بالتقاعد في ظل الديمغرافية التي تبقى من بين أهم الإشكالات التي تعاني منها فرنسا خاصة فيما تعلق بتمايزها وكذلك فيما تعلق بالجنسيات والمهاجرين إلى فرنسا هذا ما يمكن أن تطالعوه على مختلف الصحف العربية والأجنبية البارزة لنهار اليوم ابقوا معنا بعد الفاصل نلقاكم في فقرة أخرى ترجمة نانسي قنقر